وبعد كده شباب هنفضل نخلي الانفور التلجي كلمسيج عشان نعمل الصغرى بتاعت ابن العراق ونشوف الانفور التلجي هطلع علينا مجانا بسندوق واحد ولا لا اقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير جاتلكم في فيديو جديد فيديو النهاردة شباب جبلوكم الجزء التاني من صغرات المتابعين للحصول على الانفور التلجي مجانا بكل اختصار كده شباب في الفيديو ده هنجرب صغرات المتابعين للحصول على الانفور التلجي مجانا والمتابع شباب اللي الصغرى بتاعته هتنجح واجب لنا الانفور التلجي مجانا هيحصل على 600 شادة باب جومبال مجانا يلا بينا صديق على طول نبدأ ان احنا نجرب الصغرات وزي ملتلك المتابع اللي الصغرى بتاعته هتنجح واجب لنا الانفور التلجي مجانا هيحصل على 600 شادة باب جومبال مجانا يلا بينا صديق على طول نروح الفيديو بس هم حاجة قبل نبدأ الفيديو صلي على النبع عليها فضل الصلاة والسلام عايزك تحط لايك الفيديو اللايك مجاني واشترك في القناة وفعل زر الجرس ويلا بينا شباب على طول نروح الفيديو واول حاجة كده صديق هنجيب شخصية فيكتور عشان طبعا يعني هي الشخصية اللي حظها اقوى في الحصول على الانفور التلجي مجانا بالصغرات واول صغر عندنا شباب من قازم الصغر بتقول افتح صندوق واحد مميز وافتح صندوق امداد واضغط على الانفور السلجية 15 مرة والله هي ضبطت معي تماما انا دلوقتي يا قازم هتجرب الصغر ونشوف الانفور التلجي هطلع علينا مجانا ولا لا او لو الصغر نجهت هتحصل على 600 شدة باب جنبايل مجانا اول حاجة شباب هنبدأ ان احنا نفتح صندوق واحد مميز زي طبعا ما الصغر بتقول عند قازم هنفتح شباب كده مع بعض صندوق واحد مميز ونشوف طبعا شباب هطلع علينا ايه داخل الصندوق المميز وزي ما انت شافينا شباب طلع علينا السلاح اللي موجود داخل خريطة ليفك اللي هو شباب سلاح كيو بي يو كده طبعا شباب احنا عملنا اول حاجة داخل الصغر اللي هي افتح صندوق واحد مميز وانحنا كده هوا شباب فتحنا صندوق مميز يلا بينا نروح على تاني حاجة وهي افتح صندوق الامداد وبعدك يا شباب هنضغط على الانفور التلجية 15 مرة وانشوف طبعا الانفور التلجي هطلع لنا وقوز ما يحصل على 600 شد باب جنبايل مجانا ولا الانفور التلجي مش هطلع لنا هنخدش كده شباب على صندوق الامداد ونفتح اول حاجة كده صندوق امداد كده طبعا يا شباب احنا فتحنا صندوق مميز ودي تاني حاجة صندوق امداد وزي ما انت شافينا شباب طلع لمصر كده مؤقت كده خلاص بقى شباب هنروح على الصندوق المميز ونجيب الانفور التلجي ونضغط عليه 15 مرة تمام يا شباب هنبدأ ان احنا نضغط على الانفور التلجي 15 مرة وطبعا يا شباب لو الانفور التلجي طلع لنا بعد ال15 مرة قازم يحصل على 660 شد باب جنبايل مجانا او طبعا يا شباب 600 شد باب جنبايل مجانا كده طبعا يا شباب ضغطنا على الانفور التلجي 15 مرة وهنفتح مع بعض بقى شباب اول صندوق كلاسيك ونشوف طبعا هطلع لنا M4 التلجي مجانا ولا مش هطلع وزي ما انت شافينا شباب ال M4 التلجي مطلعش وحصلنا على 30 سيرفار من اول صغرة كده شباب الصغرة بتاعت قاذم ما جبتلناش lm4 التلجي يلا بينا بقى شباب نخش بعد كده على تاني صغرة في فيديو النهاردة ونشوف طبعا lm4 التلجي هطلع لنا مجانا ولا لا وتاني صغرة شباب من يوسف محمد بيقول اضغط على الاسكنات اللي حوالين lm4 التلجي اللي من اليمين والشمال كل سلاح عشر مرات يعني يا شباب هنضغط على الاسكنات الاسلاحة اللي جنب الانفور التلقي دي كل سلاح عشر مرات وبعده نفتح صندوق واحد بس على الانفور التلقي هنبدأ يا شباب دلوقتي ان احنا نضغط على كل سلاح من اللي قدامنا دول عشر مرات وبعده يا شباب هنفتح صندوق واحد بس ونشوف طبعا يا شباب يوسف محمد هحصل على ستمية وستين شاد باب جنبايل مجانا ولا الانفور التلقي مش يطلع لنا زي ما انت شايفين يا شباب بدأت ادوس على كل سلاح عشر مرات ضغطت على الـ 10 مرات ودلوقتي بضغط على سكن الكار عشر مرات ونفس الموضوع هبدأ ان انا ضغط عشر مرات على سكن الكار وكل سلاح طبعا يا شباب عشر مرات زي ما يوسف محمد قال دخل الصغرة بعد كان يفتح صندوق واحد على الانفور التلجي ولو الانفور التلج يا شباب طلع لنا يوسف محمد يحصل على 660 شات دواب زومبايل مجانا ولو الانفور التلجي ما طلع لنا هنجرب هشباب الصغرة التالتة ونشوف برضه هطلع لنا مجانا للمرة التانية ولا لا Jeff? هنفتح شباب السندوق gu aesthet لنا على كل سلاح عشر مرات ونشوف الانفور التلجي هطلع لنا مجانا ولا لا وفتحنا كده الشباب WITHو الصندوق cause ما انت شافيا يا شباب طلع لنا عشرين سروفر وما طلع لناناش الانفور التلجي مجانا. كده شباب اول صغرتين ما نجهوش معنا يلا شباب على طول نجرب الصغرة التالتة من ابن العراق والصغرة التالت شيئ ببتقول افتح صندوق الجندي. تمام? صندوق الجندي طبعا يا شباب اللي هو بعملات اللي هو اخر صندوق تحت. بقول افتح صندوق الجندي. هنفتح طبعا يا شباب صندوق واحد. زي ما ابن العراق. بقول بعد كده بقول خليه بدون سكيب. انا هو طبعا ما دغطش ولا اي حاجة. فتحت هو ابن العراق صندوق الجندي بدون اي سكيب. بعد كده يا شباب هنفتح صندوق امداده. اول ما يطلع هندي سكيب. تمام. هنجد كده هنا شباب على صندوق الامداد. ونفتح اول حاج كده صندوق امداد. اول ما الصندوق يطلع نعطي تمام. اول شباب هما الصندوق طلع ادينا تخطي او تمام. بعد كده افتح صندوق كلاسيك خلي اول ما يلمس الارض. بس لا تنسى تخلي الانفور التالجي كلمسج تمام. يعني دل وقت يا شباب هنخلي الانفور التالجي كلمسج. هنيجي هنا كده على الانفور التالجي ونخليه كلمسج. واول يا شباب ما الصندوق يلمس الارض ندي سكيب. تمام. تحياتي ملك الباكت جاد. حبيب قلبي يا ابن العراق تسلم يا حبيبي. هنفتح دلوقتي بقى شباب كده هنيجي على الانفور التلجي في المكان ده. ونخليه كلمسج زي ما ابن العراق قال لنا. وبعد كده نفتح صندوق واحد كلاسيك. واول ما الصندوق يا شباب يلمس الارض. هنعمل تخطي او نعطي سكيب. وزي ما انت شايفين هوا شباب هنبدأ ان احنا نفتح اول صندوق كلاسيك بالصغرة بتاعت ابن العراق. اول ما الصندوق لمس الارض عمال But can you see a skill? وزي ما انت شافين يا شباب طلع لنا مصك اسطوري او غطاء رأس اسطوري. زي ما انت شافين يا شباب غطاء رأس الحفلة بطاق اسطوري. طبعا شباب طلع لنا بالصغرة بتاعت ابن العراق. عشاب عن العراق الصغرة بتاعتها الجامدة. وان شاء الله تكسب في المرة الجاية. ولكن طبعا ما طلع ليش الانفور التلجي. فطبعا يا شباب اي حد عنده صغرة. يكتبها لي في التعليقات وان شاء الله هنجربها في الجزء التالت من الحصول على التلجي مجانا بصغرات المتبعين. طبعا يا شباب حظ ابن العراق حظ حلو خالص. ولكن التلجي مطلق لناش. يلا بنا بقى شباب نخش على الصغرة الرابعة. عندي طريقة الحصول على التلجي مجانا. والصغرة دي طبعا يا شباب من محمد ابراهيم. عندي طريقة للحصول على التلجي مجانا. اول حاجة. هات شخصية سبوت. هنعمل طبعا يا شباب زي ما محمد ابراهيم بقول لنا في الصغرة. هنجيب كده شخصية وبعد كده اضغط على كتير واضرب او افتح يعني صندوق وادعي لي طلق لي والله كده. تمام محمد ابراهيم. احنا هنجرب دلوقتي الصغرة. جبت اهو شخصية وهقلع طبعا كل الاسكنات. وخش طبعا كده بقى الصندوق الكلاسيك وافضل اضغط على كتير. واشوف الانفور التلجي هيطلع لي ولا الانفور التلجي مش هيطلع لي. طبعا يا شباب زي ما قلتلكوا اي حد فيك وعنده صغرة. يكتبها لي في التعليقات وان شاء الله هنجربها في سلسلة الحصول على الانفور التلجي مجانا بصغرات المتابعين. الفيديو القادم ان شاء الله شباب هيكون الجزء التالت. ونجرب جميع الصغرات اللي انتو تكتبوها لنا في التعليقات. هنفضل بقى شباب نضغط كده كتير على السيلفر زي ما محمد ابراهيم بقول لينا داخل الصغرة. وبعد كده يا شباب هنضغط كده على الصندوق الكلاسيك ونفتح صندوق ونشوف طبعا السندوق إيس هيجيب لنا الانفور التلجيمestar مجانا ولا مش هيجيب وزي ما انتو شافين يا شباب جاب لنا ما جابش الانفور التلجيمleans كده بقى شبابة بقى صغرة وحيدة نشوف بها الانفور التلجيمكن هطلع لينا ولا لأ وهي طبعا يا شباب الصغرة الاخيرة في الفيديو. وطبعا شباب السغرا بتقول اول شي دوس عال em4 التلجي مرة واحدة بس بعد كده هتدوس على silver 100 او mid server يعني هننزل كده شباب ضغطنا مرة واحدة عال em4 وهنضغط عال mid server ثلاث مرات بعد كده هتدوس دوسة واحدة عالعربية البراري العربي الفراري يا شباب اللي هي قدامكم لفوق السلفر دي ضغطته دوسة واحدة بس كده هنفتح صندوق والصغرا دي طبعا يا شباب من كزبر ومطلع لنقص ال em4 التلجي مجانا وكده شباب دي الصغر الأخيرة في فيديو النهاردة كده شباب طبعا جربنا صغرات المتابعين للحصول على الانفور التلجي مجانا وكان يعني أعلى نسبة حظ أو أحلى حظ في المتابعين اللي كتابوا لنا الصغرات حظ ابن العراق قلنا شباب طلع لنا غطاء الرأس اللي قدامك ده فالصراحة يعني هو كان أحلى حظ في فيديو النهاردة حظ ابن العراق طبعا صديق لو عندك أي صغر للحصول على الانفور التلجي مجانا عايزنا جربها ان شاء الله في الجزء الثالث من سلسلة الحصول على الانفور التلج مجانا اكتب لي صديق الصغر اللي عندك في التعليقات وان شاء الله اجربها في الفيديو القادم جزء الثالث من سلسلة الحصول على الانفور التلج مجانا بصغرات المتابعين بس كيا صديقي وفيديو النهارة تخلص اتمنى يكون الفيديو عجبكو لو انت مستمر معي على غد دلوقتي اكتب لي في التعليقات اتمنى صديقي وكل الفيديو عجبك. تنساش تحط لايك واشتراك في القناة والسلام عليكم. برحمة الله وبركاته.